اكتشاف اثري مهم اعلن عنه علماء الاثار يعتقد انه اقدم دليل في العالم على نجاح عملية باتري اطراف واكتشف العلماء هيكلا عظميا لشاب من جزيرة بورينو جنوب شرق اسيا بوترت ساقه اليسرى السفلية في طفولته قبل 31 الف عام وهو ما يسبق اقدم مثال معروف لاجراء مماثل بنحو 24 الف عام تحليلات الهيكل العظمي اكدت ان الطرف السفلي الايسر قد تم بتره جراحيا وان العظم قد اعاد تشكيل نفسه وتطابقت مع الحالات السريرية للبتر الناجح الذي لم يصب بالعدوى واكتد الباحثون ان الجراح ما قبل التاريخ كان لديه معرفة مفصلة بالتشريح والمهارات الطبية المطلوبة لابقاء المريض على قيد الحياة تمت السيطرة على كل تلك الحالات الصدمة فقدان الدم والعدوى لذا فان الاقتران بين تلك السجلات يعني ان هذه العمليات كانت جزءا من الاجراء الجراحي الذي سمح لهذا الفرض بالعيش لمدة 6 الى 9 سنوات قبل وفاته وتم تأريخ بقايا الشاب من خلال الاعتماد على طريقتين وهما التأريخ بالكربون المشاع لبقايا الفحم في طبقات الرواسب عند الهيكل العظمي وفوقه واسفله بالاضافة الى تأريخ احد الاسنان عن طريق قياس التحلل الاشعاعي لنظائر اليورانيوم وهي عناصر كيميائية موجودة في مين الاسنان نظرا لان المدافن من هذا النوع نادرة جدا من هذا العصر فليس لدينا مقارنة هيكلية او ديموغرافية للبقايا البشرية لهذه الحقبة السؤال المطروح هو ما اذا كان هذا تطورا فريدا مرتبطا بالمجتمعات التي تعيش في المناطق الاستوائية حيث توجد هذه النبتات والتي سعادتهم على تطور العلوم الطبية قبل 31 الف عام وتعتبر منطقة بورينو ايضا اقدم موقع يعتبر وجهة مثيرة لعلم الانسان القديم في جزر الجنوب شرق اسيا